بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة فراغ كده لخبطيطة لبعضيها وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ نحضنهم مع بعض ونمشي مع بعض هوريكوا كل يوم كديوليهم وحاجة كده يعني إن شاء الله يتعلم طبعا ده بلدي على فيومي على جماز على رومي أصمر يعني شو فراغ بلدي على جماز استنى موريكوا الحلوة شوية كده بزبط لك الصورة بس شوية كده حل كده حل ده بلدي على جماز على رومي أصمر ده النهاردة تاني يوم تاني يوم لك تابعا لازم تشوف تحضن تبقى الفراغ مزبوطة العلف قدامهم نظيف اللي تبقى نظيفة زي ما انتم شايفين اهو مش عارف اسمة الصورة او معلش بس هنزبوطها وخلاص تمام وعملين لديهم البتاع دي كده البتاع ده عشان ايه احركهم ان هم ما يكترموش على بعضها طبعا بننظف الثقايات من المشارة بحيث ان هي المشارة يعرفوا يشربون وتبقى حاجة من ايه نظيفة دي انا اول تاني يوم لهم ان شاء الله با اذن الله بازعولنا كده لهم ربنا يكرموهم ويطلعهم على ايه ضلع بلدي على فيومي اهو بلدي وفيومي وجماز ورماز ان شاء الله باذن الله بنستقبلهم زي ما احنا عارفين ومع بعض يا ريت يا ريت يا ريت اللي بيغاوي التربية يا ايه يا ربي معاي اهو بنهزهم كده بيريحك لما الكيس اللي انا بعمل ده بيريحني في ان انا بحرك بيريحني انا حرك طبعا زي ما احنا عارفين في الاستقبال الفراه بننزل بان فرورا في اول ثلاث ايام الرومي والفراخ الرومي اللي هو بيضرب الفراخ يعني اول مرة تحصل اهو اول يوم بنستقبلهم على بان فرورا او محلول معالجة الجفاف ده كان مبارح محلول معالجة الجفاف بنحط الكيس على ارتين مية زي ما احنا عارفين وبعد كده بتستقبلهم على بنفرورا وفيه ناس تانية بتستقبل على كوليستين وفيه ناس بتستقبل على طيلوزين يعني حسب ما تعرف تزبط الجرعة بتاعتك وتشتغل عليها تمام؟ حسب ما تعرف تشتغل الجرعة وتزبط عليها فانا الوقت ده اه 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 مستقبل انا بحب يستقبل على بنفرورا لانه هو بيشتغل حلوة قوي على التهاب السورة وعلى المايكروبلازمة وعلى الشركوزي وعلى حاجات فجيرة جدا فانا بحب بصدر بنفرورا بس طبعا يكون حاجة نظيفة تمام؟ انا عامل وعلى فكرة جماعة برضو انا بولع بدفة بس بدفة حاجة بنظام ماكونش بزودش عليهم درجة الحرارة بنزودش خالص درجة الحرارة عليهم لازم تبقى مزبوط الحرارة هي 30 أو 31 الحرارة 30 أو 31 تتلاقي الفراخ متوزعة في المكان ومزبوطة وبسم الله ما شاء الله لقاهم 100% ان شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعضا ومنزل الفراخ تنزل مع بعضا الفراخ تنزل ونزل مع بعضا ومüyor تنزل إن فراخ بورا ومنزل من الصف بس ربنا يصهر ان شاء الله و هنشوف هم هيمشون مع بعض و هايبقوا عاملين ايه بس يعني الحمد لله لغاية الوقت الدنيا تمام وماشية وما فيش فيها اي حاجات تاني يوم بيهم ومشاء الله كويسين وحلوي لهم بعد كده بنستقب ده اول يوم بحط البنفلورا اتناشر ساعة وبنزل الجرعة التاني بحط يا اما املاح يا اما الف دال بس انا برضو بنزل عشان ما بزبط بنزل الف دال بنزل الف دال الجرعة التانية بنزلها الف دال بالالف دال بحط بنزل ثلاثة ايام قصة البنفلورا ثلاثة ايام بحطهم قصة البنفلورا ماشي؟ اعمل ان شاء الله كويسين حيويتهم حلوة والنظام مية المية او ربنا يصهر امرهم ويحسن ثقهم الاول لغاية المرضى ان شاء الله انا بشتغلهم دولة تحضين بس هجماعة معوش تربية كاملة يعني لمدة عشرين يوم او اي حاجة وعن تابعكم ان شاء الله كل يوم واي حد له اي سؤال في اي حاجة ما يرمنا عليه على طول او يكلمنا او يبعد رسالة وانا هرد عليه ان شاء الله على طول ومعنسوش بقى تعملهم شركات وتعملهم اشتراكات في القناة لو اول مرة تشوف الفيديو وتعمل اشتراك وتفعل الغرف عشان يجعل كل حاجة خاصة بالدواج والكتاكيب وكل انواع الطيور وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة